وصباق في الأسواق أسواق الأسهم مستمر ما في استغناء عن الأسهم على ما يبدو ويبدو أنه ما في بديل تستمر بالارتفاع نذهب معا إلى ماريسا المتابع معها حركة الأسواق صباح اليوم صباح الخير ماري صباح الخير صباح فعلا الأسواق الأسيوي صباح اليوم على ارتفاع متأثرة بالارتفاعات التي كنا شدناها نهارة الجمعة على الأسواق الأمريكية الارتفاعات عم تكون جدا عالية حيث أنه الأسواق بهونغ كونغ عم تشهد 1% ارتفاعات بالوقت ياللي باليابان عنا ارتفاعات تتراوح بين النص والواحد بالمية وبالصين الارتفاعات عم تتخطى الواحد فاصل ثلاث بالمية كان ملفت أنه صارنا يوميا منحكي عن الأسواق الأسيوية وتحديدا عن الأسهم الصينية كيف عم بيكون في علاية زخم كتير كبير كيف أنه كنا عم نشوف تداولات المؤشرات عم بتكون حول النقاط جدا أساسية يعني اليوم في عنا تخط لمستوى لمعدل الميتان يوم بالمؤشر حيث أنه يوصل للخمس تلاف ومية نقطة وتقدر أنه يتفوق على هيدا المستويات ويطلع فوق أكتر حتى أنه كان ملفت بهذا الموضوع أنه جاي الارتفاعات على المؤشر الصيني CSI 300 متزامن مع الارتفاعات بأحجام التداول يعني كان في عنا ارتفاع بالمؤشرات وبأحجام التداول وكان في عنا كمان نوع من التفاقل بالتعافي العالمي يلي كنا عم نشهده يلي كان ممكن أنه يكون متوقع وخاصة هلا أنه بالفترات اللي جاي مع اجتماعات البنوك المركزية في عنا عشرين بنك مركزي خلال هيدا الأسبوع حيارا عن نتيج اجتماعاته فكل هيدا عم تدعم نوعا ما الأسواق بشكل صعودة لدرجة أنه حتى العقود الآجلة صباحا اليوم عم بتكون على ارتفاعات ولكن برغم كل هيدا الإيجابية اللي موجودة بيبقى قطاع واحد دايما عم بيشهد ضغوطات جدا قوية بقلب الأسواق وهو قطاع الطيران حيث أنه قطاع الطيران وتحديدا بالشركات يلي هي مدرجة بالأسواق الأمريكية إن كانت الـ Southwest Airlines والـ United Airlines كلها عم تشهد تراجعات جدا قوية حيث أنه المؤشر تبع الـ S&P Airlines Industrial Index يلي هو باللون الأزرق الغامي الأزرق الفاتح نبين عنه عم بيشهد تراجعات يعني يمكن أنه لشركات عندها ضغوطات أو صعوبات خلال هذا العام أن تسجل أي أرباح لغم أنه خلال السنة إذا منش نطلع قدنا حنلاقي أنه كان في عنا ارتفاعات جدا قوية في شركات تخطط الخمسين بالمية بأداءة ولكن على نهاية العام مع المتحور الجديد عم نرجع نشهد ضغوطات بسبب أنه بعض البلدين عم تفرد أو عم تفرد حضر أو عم تاخد إجراءات احترازية أقصى من غيرها والصورة الأكبر والاتجاه اللي كنا عم نطلع عليه مؤخرا كنا هو البتكوين البتكوين بآخر فترة وخاصة من بعد فرصة نهاية الأسبوع كان يشهد تراجعات جدا قوية حيث أنه قدر يخسر تقريبا 29% من أعلى مستويات هو كان واصلة هذه المستويات اللي نحن هلأ اليوم عم نطلع عليها إجت ضغطة خلال فرصة نهاية الأسبوع يمكن ما كان فيه إلا سبب مباشر ولكن صباح اليوم عم نظلنا نشهد هذه التراجعات حيث أنه هو عم بيكسر التسعة وارعين ألف وعم بيصير تقريبا على 2700 8500 هذه التراجعات اليوم إجت بالتزامن مع أعلان شركة باينانس اللي هي السوق الكبير طبعا العملات المشفرة طلب يسحب ترخيصه من إدراج حتى أنه يمنح العالم السوق بقلب سنجابور هذه إجت نوعا ما سلبية بالنسبة للمستثمرين ولكن إذا ناخد أداء البيتكوين من بداية العام لحديث اليوم حنلاقي إنه الأداء عم بيكون متفاوت يعني من أعلى مستويات وصله 68 ألف بنوفمبر لحديث اليوم يلي هو تقريبا على 48 ألف حنلاقي إنه أداء اليوم أو حتى المستويات يلي وصلها اليوم هو المستوى معدل السنوي تبع البيتكوين المعدل إذا مناخدها بالرقم تحديدا هو 47 ألف و340 هيدا المستوى يعني صدنا صارنا فترة من نطلع من ليه إنه عم نداول عليه من بداية الشهر التراجعات كانت جدا قوية ولكن هل رح يقدر إنه يرجع يرفع مستويات العام ويفاجئنا بيتكوين بارتفاعات جديدة أو حتى يمكن تراجعات صباح العقود الأجيلي صباح اليوم يعني بأمريكا كلها على ارتفاعات العقود الأجيلي بأوروبا على ارتفاعات بعكس ما شفنا نهارة الجمعة من أداء بالأسواق الأوروبية في إيجابية عند المستثمرين بشكل عام البنوك المركزية ECB والفد وحتى بانكا في إنجلند كلهم حيكون اجتماعاتهم خلال اليومين اللي جايين فالكلمة تأمل إنه ممكن يكون في عنا سحب سريع للتحفيز تبع الفد وممكن يكون في زيادة بالإنترست ريت فكلها هيدا توقعات وكلها استنتاجات ممكن المستثمرين يكونوا حيتأثروا فيها بالفترات اللي جاية بتوقع الأسبوع حيكون شوية فيه تذبذوبات ولكن الإيجابية بمستمرة ويمكن نرجع نشهدها اليوم كمان بتداولات أفشك ماريك كتير من الاقتصاديين عم بيطالبوا الفدرالي بالأحراب إنه بالفعل يبقى على على قراره بتخفيف السيولة ومضاعفة الكمية اللي كان عم يفكر حتى إنه خفيفية محمد العريان مبارح كان عم بيحكي عم بيقول إنه خطأ كبير يلي يلي صاير بس بيقدر الفدرالي يرجع يصلحوا بالوقت الحاضر السؤال الكبير هو راح يخففوا بالسيولة لكن هل كمان راح يزيدوا أكتر برفع الفوائد المتوقع أنه يكون في زيادة بالفوائد خاصة مع الضغوط يلي عم نشهدها على أسعار ولكن صارت كلها إذا بدنا نقول بقلب الأسواق فبما أنه هيدا هي التوقعات ما بتخيل إنه إذا كان أي قرار حيطلع من الفدرالي أو غيره من البنوك المركزي حيكون له تأثير جدا هام على الأسواق يعني هلأ المستثمرين عم يداولوا لناها بشكل يومي أو بفترات قصيرة وحيظل هذا هو السنتمنت لنهاية الشهر يلي هو بقى منه بس كم يوم شكرا جزيلا لإلك ماري شكرا سبا